الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبق الحديث عن الروابط الاجتماعية كأساس مهم من الأسس التي ينبني عليها المجتمع الإسلامي وبينت أنواع الروابط الاجتماعية وأكدت على أن الأخوة الإيمانية والعقيدة الإسلامية هي الرابطة العظمى في المجتمع المسلم ثم تليها في الأهمية روابط اجتماعية أخرى كالقرابات والصداقات والجوار وغيرها ولكن هذه الروابط قد يعتريها شيء من الفتور من وقت لآخر لظروف معينة وإن لم نحرص على تعاهدها والمحافظة عليها فربما تضعف أو حتى تنعدم ومن هنا حرص الإسلام على تقوية الروابط الاجتماعية وبقائها وذلك عن طريق تشريعات وأحكام وسائل وأسباب بعضها واجب وبعضها الآخر مستحب من شأنها تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع المسلم ومن أهم تلك الوسائل والأسباب ما يلي أولا إيجاب الاجتماع لصلاة الجمعة والجماعة وتشريع الاجتماع لبعض العبادات الأخرى كصلاة العيدين والجنائز والكسوف والاجتماع لأداء فريضة الحج وغير ذلك فصلاة الجمعة أوجبها الشارع الحكيم على الرجال الأحرار في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون وصلاة الجمعة مؤتمر أسبوعي اجتماعي يتحقق من خلاله منافع كثيرة على الأفراد والجماعات كالتعارف والتآلف والشعور بالوحدة واجتماع الكريمة وفرض الله تعالى على أبناء المجتمع المسلم خمس صلوات في اليوم والليلة ودعى سبحانه وتعالى إلى أن تصلى في المساجد جماعة بغية أن يلتق المسلمون تحت سقف واحد في صفوف متراصة ليكون هذا إشعارا لهم بأنهم كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا وأهل البلد الواحد أيضا يجتمعون في العام مرتين وذلك يوم عيد الفطر وعيد الأضحى ويقومون بتهنئة بعضهم البعض ويلزمون أنفسهم بزيارات واتصالات ومهاتفات فيشعر الفرد في هذا اليوم بأن المسلمين إخوة له يهنئ من يقابله منهم بهذا اليوم المبارك فيزداد التقارب وتذهب الشحناء والبغضاء ويدرك أفراد المجتمع المسلم أن القوة والعزة والمنع في الاجتماع وفي صلاة الجنازة أيضا تقوي أهل الروابط الاجتماعية فيشارك المسلمون بعضهم بعضا في أفراحهم وأحزانهم ويستشعر كل واحد منهم أن لكل فرد من هذا المجتمع حقا عليه حيا كان أو ميتا والحج أيضا مناسبة مهمة يجتمع فيها المسلمون على صعيد مكة وعرفات ومزدلفة وميناء ليذكروا الله أولا ثم ليشهدوا منافع لهم ومن أهم المنافع التعارف والتآلف والتقارب والإحساس بالأخوة الإيمانية فيشعر المسلم أن كل من في مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين إخوانا له يفرحون لفرحه ويألمون لألمه السبب الثاني من أسباب تقوية الروابط الاجتماعية تشريع الإسلام للواجبات الاجتماعية الخاصة ومن ذلك بر الوالدين وقد جعل الله جل وعلا بر الوالدين قولا وفعلا من أهم العبادات وأجل الطاعات في حياة الإنسان المسلم قال الله جل وعلا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وبر الوالدين والإحسان إليهما من أسباب الترابط في بيئة الإنسان الخاصة المحيطة به وهذا ظاهر ومشهود في المجتمعات الإسلامية بينما تفتقده المجتمعات الأخرى غير الإسلامية حيث يهجر الأبناء آباءهم ولا يسألون عنهم وربما مرت الشهور وهم لا يعرفون شيئا عن أخبارهم وأحوالهم أيضا من الواجبات الاجتماعية الخاصة صلة الأرحام والأقارب والإحسان إليهم فقد أوجب الله تعالى برهم وحبهم والتعاطف معهم ودعا إلى صلتهم بالكلمة الطيبة والهدايا وإمدادهم بأنواع الخير والمعروف ومواساتهم في كرباتهم وحرم جل وعلا إيذاءهم ونهى عن مجافاتهم قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ومن الواجبات الاجتماعية الخاصة أيضا الإحسان إلى الجيران وتجنب إيذائهم فدعا الإسلام إلى إكرام الجاري في سبيل زيادة التآلف الاجتماعي وأوجب له حقوقا كثيرة كابتداء السلام وإظهار السرور والتلطف معه ومشاركته في أفراحه ومواساته في مصيبته تحقيقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وفي المقابل حرم الإسلام إيذاء الجار ومنع من التعدي على حقوقه فإذا قام كل إنسان بحقوق جيرانه أصبح أفراد المجتمع جميعا متحابين متعاضدين السبب الثالث من أسباب تقوية الروابط الاجتماعية دعوة الإسلام إلى أسباب التآلف الاجتماعي فالإنسان بطبعه في أي عصر من العصور يحتاج إلى أن يعيش حياته الاجتماعية العامة في وفاق وتآلف وتعاون مع الآخرين فمن أسباب التآلف الاجتماعي التي هي في حقيقتها حقوق ثابتة للمسلمي على أخيه المسلم ما يلي إفشاء السلام ونشره وتعميمه على الناس وقد أكد الإسلام على ابتداء الآخرين بالسلام ومصافحتهم إن أمكن ذلك لما فيه من تعميق معاني المودة والتآلف أيضا من تلك الحقوق توقير الكبار والعطف على الصغار ولنا مثل في نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم فقد كان يتلطف بالصغار ويداعبهم لما في ذلك من إدخال السرور عليهم وعلى أهليهم وتقوية تآلفهم الاجتماعي وهناك سلوكيات كثيرة تقوي التآلف الاجتماعي منها على سبيل المثال وهي كما ذكرت أسباب في تقوية الروابط الاجتماعية وهي في حقيقتها حقوق ثابتة للمسلم على أخيه المسلم من ذلك الدعاء للمسلم وإجابة دعوته وتبادل الزيارة معه وتشميته إذا عطس وعيادته إذا مرض وستر عثراته والصفح عنه وإصداء النصيحة له وإيثاره على النفس وكل هذه الأصل فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس هذا نزر يسير من المكارم والحقوق التي تعتبر من أسباب تقوية الروابط الاجتماعية وكلها كما ذكرت ثابتة بنصوص الشريعة الإسلامية ونستكبل ما تبقى من وسائل وأسباب لتقوية الروابط الاجتماعية في لقاء قادم إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة